أذو أكرت مصادر رسمية يمنية أن الحكومة الشرعية تعمل على إعداد خطة شاملة لوقف التدخلات الحوثية في عمل المنظمات الإنسانية الخطة ستشمل مراجعة أداء وعمل هذه المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لمنع حيادها عن مهمها الأساسية خطة شاملة تعدها الحكومة اليمنية لتقييم عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية بعدما أكدت تقارير أن هذه المنظمات حرفت عن أهدافها الإنسانية لمصلحة الحوثي مصادر أكدت أن الحكومة ستعقد لقاءات مع هذه المنظمات في عواصم عربية لمراجعة أعمالها ومن ثم العمل على تعديل مسارها بما يخدم الأهداف الإنسانية التي وجدت لها في اليمن المصادر أفادت أيضا بأن المسؤولين في الحكومة الشرعية بدأوا بإعداد هذه الخطة لمراجعة أداء وتقييم المنظمات الدولية ووضع برنامج للمراجعة الشاملة وتحديد سياسات كفيلة بتفعيل أدائها بعيدا عن أجندة الحوثي إذ إن التقارير الأخيرة تأكدت وجود خلل في أداء عمل هذه المنظمات وأن برامجها الإنسانية والإغاثية تخضع للميليشيات بشكل مباشر من خلال تسخير المعونات الدولية من أجل خدمة أهدافها وكانت الميليشيات منذ سيطرتها على صنعاء عملت على تقييد عمل المنظمات ومنعت أي تحركات إلا بموافقة الجماعة وفرضت عليها عناصر لتسهيل التحكم بها كما أنشأت هيئات مهمتها التحكم بالتحركات الإنسانية والإغاثية وكانت التقارير أكدت أيضا أن غالبية سكان صنعاء لم يتلقوا أي مساعدة غذائية خلال السنوات الأخيرة منذ سيطرة الحوثي على صنعاء وأن هذه المساعدات تذهب إلى أتباع الحوثي وسط مطالبات متكررة من الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية والأممية بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن هناء فواز العربية